بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومنتبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلاب والطالبات مجددا في مقرر المهارات الإدارية اليوم أيضا سنستكمل في الحديث عن خطوات العملية الشرائية وكنا قد توصلنا إلى الخطوة الرابعة وهي الرد على استفسارات واعتراضات العمل لكن قبل ذلك دعونا نستذكر الخطوة السابقة وبإذن الله نبدأ في درس هذا اليوم في الدرس السابق تحدثنا عن أن الخطوات ست خطوات وتوصلنا إلى الخطوة التي هي المقابلة البيعية واليوم بإذن الله سنتحدث عن الرد على استفسارات واعتراضات العمل في المقابلة البيعية تناولنا أن هناك تمهيد للمقابلة قبل أن تبدأ في العرض البيعي لا بد أن تمهد والتمهيد له دور أولا في زرع الثقة ما بين البائع والمشتري حينما تبدأ في البيع مباشرة يرى كثير من علماء التسويق والبيع أن هذا قد ينفل العميل من العملية البيعية أو من الصفقة لا بد أن تبدأ في تمهيد وهناك أساليب وأيضا هو فرصة لك بائع أن تبرز مهاراتك وقدراتك ولباقتك أمام المشتري وبالتالي يساعدك في المزيد من الإقناع ذكرنا هناك ستة أساليب الأسلوب الأول هو أسلوب الأخبار تبدأ في الأخبار الحادثة مؤخرا التي تدور حول العميل سواء أخبار رياضية إجراءة حكومية اقتصادية أي أن كان الخبر تبدأ به بعد ذلك تصل إلى نقطة أن العميل جاهز لتلقي العرض أو تلقي الأسلوب البيعي بعد ذلك تقوم باستخدام الأساليب البيعية بعد ذلك تناولنا أسلوب التوصية هو أن تأخذ اسم مثلا من شخص يقترح عليك أسماء آخرين حينما يكون لديك مشتري سابق تأخذ من أسماء بعد ذلك تذهب إلى أسماء التي يعطاك إياه أو مثلا من خلال الاتصال تتصل بهم وتستخدم أسلوب التوصية أن زميلك قد أوصى لك بهذا المنتج وهذا الأسلوب كما ذكرنا الجماعات مؤثرة والأصدقاء مؤثرة على قرار مشتري وقد يكون سليب الذي له تأثير كبير على المشتري كذلك تناولنا أسلوب الهدية أسلوب الهدية أن تقدم هدية عينية للمشتري قبل الشراء وكما هو الحال في العطور يعطوه مثلا عين من العطورات للمشتري وهذا يشجعه على تجربة المنتج وقد يساعده على اتخاذ قرار الشراء كذلك أسلوب المنافع هو عرض منافع المنتجات حينما يكون المشتري لديك من منظمة وتخبره أنك ستقلل لديه المصاريف وتزيد من أرباحه من خلال هذا المنتج أو الخدمة التي تقدمها بالتأكيد هنا أن تعرض المنافع وبالتأكيد هذا الأسلوب يستخدم بعض أنواع من العمل كذلك أسلوب الصدمة كهو أسلوب تجربة المنتج أمام العميل بطريقة غير مألوفة بطريقة غير معتادة وهذا يشجع أيضا على جذب العميل نحو الصفقة وجعله ينبهر من هذا المنتج واستخداماته أو الخدمة التي تقدمها كذلك أسلوب المجاملة من أشهر وأشياء على سليب في عملية التمهيد والسؤال عن الأحوال والأخبار وأن تتمنى له مزيد من الصحة والعافية وأن تبارك له في نجاحات هذا الأسلوب هو أكثر سليب بعد ذلك تبدأ في العرض البيعي وتناولنا هناك عدة أساليب من أهم الأساليب تناولنا أسلوب النقاء المعلب وهو أسلوب يكون محفوظ لدى البائع وبهذا يكون البائعين بنفس النظام بنفس العبارات كما هو الحال في بعض المنظمات التي تنهج هذا الأسلوب ومناسب للباعة قليلة للخبرة ولكنه قد يعيب عليه هو الملل من قبل المشتري لأن البائع يردد نفس العبارات في كل مرة هناك أسلوب مخطط له وهو أسلوب يكون هناك تخطيط البدء بالتحية بعد ذلك التعريف بالمنظمة ثم بعد ذلك التعريف بالمنتج لكن العبارات متروكة الحرية للبايع في استخدامها وكذلك أسلوب تناولنا أسلوب تلبية الحاجات هو أن يستمع البايع للعميل وبعد ذلك يقوم أو ينصت إليه وبعد ذلك يقوم بعرض المنتجات التي قد تشبع الحاجات التي لديه وأخيراً أسلوب الذي ذكرناه منعقد الأساليب في الإلقاء البايعي هو حل المشكلات كانت تتناول مشكلة وتقوم بإبراز منتج يتناول حل المشكلة لهذا بعد دراسة وبحوث وهو من أطول الأساليب وعقدها ويناسب جزئة أو يناسب نوع معين من المنتجات اليوم سنكمل في التسويق أو في الدرس الثالث عشر في الخطوة الرابعة وهي الرد على الاستفسارات واعتراضات العملاء ستكون قادر على فهم ماذا نقصد بالاعتراضات والاستفسارات من العملاء في الخطوات البيعية توصلنا إلى الخطوة الرابعة الرد على الاستفسارات الرد على استفسارات بدءا بالاعتراض الاعتراض هو سبب محدد قد يكون معلوم أو معلن أو غير معلن يوضح لماذا لا يشتري العميل قد يعترض العميل على أي جزئية من العرض البيعي كالسعر أو المنتج أو الخدمة المقدمة حينما يقوم الباعي في الإلقاء البيعي قد يواجه اعتراض من قبل العميل سواء على السعر على الجودة على المنتج وهناك قد يكون سبب غير معلوم بالنسبة أو غير معلن من قبل المشتري وهنا مهمتها الباعي أن يكتشف ما هو السبب قد يكون لا يوجد سبب حقيقي وإنما هي مجرد توهمات أو اعتقادات من قبل المشتري وبالتالي يستطيع التغلب عليه فالاعتراض يرى كثير من العلماء البيع والتسويق أن الاعتراض أمر طبيعي من قبل المشتريين كما تعد الاعتراضات ذات أهمية كبرى لأنها تعكس اهتمام المشتري ويجب أن يرحب الجميع بها لأنها تعبر أيضا عن أهمية عملية الشراء بالنسبة للعميل فكلما زاد اعتراضه هذا يعني أنه دليل قاطع على أن أفكار الباع بدأت تغزو أفكار المشتري أو تؤثر على قراره فالاعتراض كما هو واضح العلامة الأولى والأهم على اهتمام العميل بمنتجاتك وخدماتك حينما يكون الباع بائع محترف لا بد أن يتفهم أن الاعتراض دليل على الاهتمام حينما يقوم المشتري بالنقاش وحول المنتج ومواصفاتها دليل أنه تفحص خياراتك تفحص هذا المنتج أو الخدمة التي تقدمها وبالتالي سبب اهتمامه لذلك ظهر هذا الاعتراض وبالتأكيد يجب على الباع أن يتقبل الاعتراض بصد الرحب وأن يرحب به وأن يشجعه وأيضا أن لا يهاجمه كما هو الحال في بعض البايعين الذين ينقصهم الاحتراف أو يفتقدون مهارة البيع هو المهاجمة والنقد اللاذع لمشتري هنا أن تبحث عن مشتري لكي يكون مشتري دائم بالنسبة لك وبالتالي يجب أن يكون الرد على الاعتراضات بأساليب لبقة بأساليب مميزة لكي لا تخسر هذا العميل كما ذكرنا في السابق حتى لو لم يقم بالشراء يجب أن يكون الأسلوب مناسب لأن عميل واحد قد يؤثر على سمعة المنظمة وأرباح العميل يعترض لعدة أسباب قد يكون أولا الرغبة البشرية في مقام التغيير وكل ما هو جديد البشر غالبا ما يكون أو الإنسان عدو ما يجهل وبالتأكيد حينما يأتي لمنتج جديد فهو يقاوم بالتغيير يريد أن يبقى الوضع كما هو الحال يخاف من التغيير لأنه قد يفشلت المنتج قد يفشل خدمة وهو معتاد على منتج أو خدمة معينة لكن هنا تكمن أهمية البايع وأسلوبه في إقناع المشتري أيضا تعدد البدائل من الأسباب التي تجعل العملاء يعترضون يتعدد البدائل المتاحة من العملاء وصعوبة التفرقة بين الفوائد الناتجة من أي منها بمعنى هناك تنافس في السوق وهناك منتجات متشابهة وبالتالي العميل يعترض لموجود منتجات أخرى وقد يكون بأسعار أقل وقد يكون بأسعار أعلى ولذلك هو لا يستطيع التفرقة هو يريد أن يعترض لكي يحصل أو يتحصل على من الممكن قد يكون عميل التفاوض لسعر أقل وبالتالي قد أيضا يكون هو يرغب بالمزيد من التخفيضات في الأسعار وأيضا قد يكون هناك تنوع واختلاف في ظروف العملاء من ناحية منتجات والخدمات المطلوبة أيضا العملاء يختلفون في طبيعتهم في شخصيتهم وبالتأكيد قد تجد العميل المعترض دائما على كل شيء والعميل المرح والعميل المتقبل فالناس يختلفون بشكل عام بأطباعهم وأجناسهم وبالتأكيد سيكون اعتراض أيضا أسبابه مختلفة وهنا مهمة البائع في اكتشاف هذه الأسباب ومحاولة حلها إذا كان بقدرته أو توضيح إذا لم يكن هناك أسباب كما ذكرنا البائع الناجح هو الذي يتمكن من مواجهة هذه الاعتراضات كما ذكرنا بأسلوب مميز ويستطيع أو يحاول إقناع المشتري بأسلوب أو أكثر من أسلوب لكي يتوصل إلى عملية بيع أو صفقة بيع ناجحة بالتأكيد لا بد من اعتراض من قبل العملاء العميل يريد أن يبحث عن أقصى فائدة وأقصى جودة من هذا المنتج أو الخدمة وبالتالي لا بد أن يعترض لكي يتحصل إما على السعر أو على الجودة أو على طريقة التقديم حتى هناك أساليب كبائع محترف تستطيع من خلالها أن تقنع العميل وسنتناولها بإذن الله أولا أسلوب طلب التوضيحات هذا من أساليب أيضا الرد على الاعتراضات مع العميل لا يكون هناك صدام أسلوب طلب توضيح وأيضا أسلوب إعادة صياغة الاعتراض إلى تحويله إلى سؤال كيف تحول اعتراض العميل إلى سؤال وبالتالي تستفيد عملية امتصاص هذا الاعتراض كذلك أسلوب صحيح ولكن أيضا من الأساليب المميزة في الرد على الاعتراضات كذلك لدينا أسلوب الموافقة مع البرهان وأخيرا أو قبل الأخير أسلوب التأجيل في الإجابة وأخيرا أسلوب التجاوز عن الاعتراضات كل هذه الأساليب قد يستخدمها الباية كلها قد يستخدم أسلوب المناسب على حسب الموقف البيعي وأيضا على حسب طبيعة والنقاش وأيضا الخدمة والمنتج لو بدأنا بالأسلوب الأول وهو أسلوب طلب التوضيحات هنا يجب على الباية تحديد الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء الاعتراض ويمكن أن يثار من قبل المشتري مرتقب المشتري قد يظهر أكثر من سبب قد يظهر أكثر من نقطة اعترض فيها هنا مهمة الباية في هذا الموقف أن يطلب مزيد من التوضيحات حول سبب الاعتراض وكثير من أحيان يكون اعتراض من أموره العامة فقط لا يوجد سبب محدد أو مقنع بحيث يجب على الباية طلب المزيد من الإضاحات من قبل المشتري لمعالجة اعتراضه حينما اعترض العميل في هذا الأسلوب الباية يمارس دور طلب التوضيح من المشتري لكي يصل إلى حل ومثال ذلك مثلا لدينا مشتري وهو بائع تجزيه ولدينا بائع جملة والمشتري يقول للبائع لم يكن بمقدوري أبدا بيع منتجاتكم للزبائن هنا المشتري بايت تجزيه لديه بضاعة لم تباع وأتى هذا البائع الجملة وقال لم يكن باستطاعة أو مقدوري بيع منتجاتكم للزبائن هنا يجب على البائع الجملة أن يرد وأن يقول ما هي بالتحديد المنتجات التي واجهتكم مشكلة في بيعه إذا لدي العديد منتجات هنا طلب المزيد من وضحات بتحديد نوع المنتج هنا يبدأ النقاش من خلال جذب المشتري إلى النقاش وعملية عدم صدامة أو عدم مثلا وضع اللوم على المشتري بايت تجزيه هنا يكون حوار هادئ ومن خلال طلب المزيد من إضاحات وبالتالي يصل البائع المشتري إلى حل هذا الاعتراض قد يكون منتج معين وبالتالي يتلافى هذا المنتج ويستمر البيع في منتجات الأخرى إذن هذا هو أسلوب طلب التوضيحات هنا لو لاحظنا أنه طلب بالتحديد المنتج الذي توجد فيه المشاكل إذن هنا البائع قام بدور طلب التوضيح من قبل المشتري وهو بايع التجزيه لدينا أسلوب الآخر وهو أسلوب إعادة صياغة الاعتراض وتحويله إلى سؤال في أسلوب إعادة صياغة الاعتراض وتحويله إلى سؤال هو بالتأكيد من أفضل الأساليب التي تفيد البائع في التعامل مع اعتراض وهو أسلوب تحويل اعتراضات إلى أسئلة وبهذه الطريقة يستطيع البائع طرح السؤال الذي يمكن أن يحتوي على الردود التي تنطوي على درجة أعلى من الرضا من جانب المشتري مرتقب المشتري حينما يطرح اعتراض وتحيله إلى سؤال قد يكون لديه إجابة عن هذا الاعتراض وبالتالي يكون هو قد أجاب بنفسه وقد يكون أيضا لديه فكرة تستفيد منها كبائع مثال ذلك المشتري للبائع إن مخازنكم بعيدة جدا عن محلاتنا هذا هو اعتراض هنا البائع لم يقل مثلا المحلات ليست بعيدة مثلا اعتراض بشكل حاد يجب أن يكون لديكم فرع قريب من لدينا إذن هذه النساليب قد تنفر العميل فالأسلوب المناسب هنا لو لاحظنا البائع رد على هذا الاعتراض من خلال هذا السؤال هل يهمكم وقت التسليم هنا تحول الاعتراض هذا الاعتراض إلى سؤال هل يهمكم وقت التسليم بأسلوب يمتص الغضب وهنا يستطيع أيضا البائع أن يعرض المزايا التي يقدمها في التوصيل قد مثلا يعرض لديه خدمات توصيل برسوم أو مثلا إذا طلب كمية معينة بشكل أكبر قد يكون توصيل مجاني وهذا من الأساليب أيضا التسويقية الأخرى في عملية البيع وهو امتصاص كما ذكرنا أسلوب في رد اعتراضات امتصاص غضب العميل وتحويل اعتراضه إلى سؤال لدينا أسلوب صحيح ولكن وهنا ساليب أيضا التي يلجأ إليها البائع في التعامل مع الاعتراضات هنا يضفي البائع الكثير من مصداقية على حديثه البيعي مع المشتري عندما يوافق على آرائه ولكنه في نفس الوقت يصحح له معلوماته ويحاول تغيير رأيه باتباع سلوب صحيح ولكن هنا لو لاحظ أن البائع يمارس دور موافقة العميل وأنه أيده في اعتراضه ولكن هناك نقطة يجب أن يفكر فيها العميل وهذا يمارس بشكل كبير في المحلات التجارية مثال ذلك المشتري أعتقد أن هذه الثلاجة كبيرة على أسرة الصغيرة المشتري يبدأ يقيس احتياجه لديه أسرة صغيرة وبالتالي هو يرى أن الثلاجة كبيرة عليه هنا نلاحظ البائع كيف يرد على الاستفسار أو على الاعتراض أوافقك على هذا إذن أوافق البائع المشتري على هذا الاعتراض وهو أنه فعلاً عائلتك صغيرة لكن هنا الأسلوب إلى تحويله إلى أسلوب تسويقي أعتقد أن عائلتك ستصبح عائلة كبيرة بعد عدة سنوات وسوف تحتاج إلى ثلاجة بهذا الحجم إذن لو لاحظنا لم يكن هناك صلابة في الرد أو رد على الاعتراض على العميل هنا استخدم الموافقة على الاعتراض ولكن بدأ بتسويق أمر آخر وهنا العائلة قد تصبح كبيرة بعد سنوات وسوف تحتاجها ثلاجة وقد يقول مثلاً أن الثلاجة من السلع المعمرة وبالتالي تستطيع استخدامها لعشرات السنوات إذن هذا الأسلوب يكون من خلال جذب العميل نحو العميل الشرائية وتلاشي الاعتراض أو تجاوز هذا الاعتراض كذلك لدينا أسلوب آخر ينهج نفس الأسلوب تقريباً ولكن مع الإضاحات وأسلوب الموافقة مع البرهان يتطلب استخدام هذا الأسلوب قدراً كبيراً من الحذر حيث يعتمد على عدم موافقة المشتري والدعاءات ويستوجب أن يقدم الباع في الوقت نفس البرهان القاطع بعدم صحة الدعاء المشتري هنا لو لاحظنا أن يجب أن يحضر الباع في الردع العميل إذا توفر البرهان إذا لم يتوفر البرهان لابد أن يوافقه بشكل كبير عفواً هنا أسلوب عدم الموافقة وليس الموافقة عدم الموافقة مع البرهان عدم الموافقة مع البرهان هنا يتطلب كما ذكرنا الحذر من قبل الباعع وحينما يقوم بالرد على العميل ومثلاً يخطي المعلومة التي لديه هنا لا بد أن يحضر وأن يكون لديه الدليل القاطع على أن هذه المعلومة غير صحيحة ويحاول حيث يحاول كثير المشتريين إبداء ادعاءات واعتراضات قد يكون من نوعية المشتريين يعترض ويبدي اعتراضات غير صحيحة والتي يعرفنا عنها أغالباً أنها غير حقيقية ويستخدمها للحصول على صفقات أفضل كما ذكرنا في بها الدرس قد يكون هناك اعتراض للوصول إلى سعر أقل من السعر المتاح وبالتالي قد يعترض بأسباب وهمية وغير حقيقية من قبل المشتري هنا يجب على البائع أن يستخدم أسلوب عدم الموافقة مع البرهان بالتأكيد هو ضروري استخدامه هنا إذا كان فيه دليل قاطع على هذا الخطأ مثال ذلك المشتري إن أسعاركم أو سعر منتجاتكم أعلى من كافة الأنواع المتشابهة لها في السوق نذكر أنه أسلوب عدم الموافقة مع البرهان أن سعر منتجاتكم أعلى من كافة الأنواع المتشابهة في السوق هنا المشتري يدعي أن أسعار منتجاتنا هي من أعلى المنتجات أسعار وإذا كان لدى البائع المعلومة الصحيحة أو لديه معلومة غير ذلك البائع يرد لقد أجرينا دراسة على كافة الأصناف في السوق أو المنافسة أو الموجودة في السوق وقد وجدنا أن أسعارنا ليست فقط عند المعدل الطبيعي ولكنها أيضا منتجات تتوفر فيها خصائص غير موجودة في المنتجات الأخرى للمنافسة إذن وضح للعميل أن أسعارنا في المعدل الطبيعي ولا يوجد أن هذه المعلومة غير صحيحة أن من أعلى الأسعار وأيضا منتجنا يتميز بمزايا غير موجودة في المنافسين وذلك نظير الدراسات التي قام بها هذا البائع أو شركته إذن يكون هنا الرد عدم الموافقة ولا بد أن ترد بدليل وبرهان على كلامك كبائع إذا لم يكن لديك البرهان لا يحبذ استخدام هذا الأسلوب لدينا أسلوب الخامس وهو أسلوب التأجيل في الإجابة هذا الأسلوب أيضا من أساليب التي قد يكون لها أثر كبير وهنا نقصد بالتأجيل أو التأخير في الإجابة في إعطاء الإجابة المشتري وإقناعه بأن الإجابة اعتراضاته سوف تتم بعد أن يستخدم المنتج ويجربه أو بعد قراءة التعليمات إلى آخرين نلاحظ ذلك حينما نقدم على شراء منتج ونقوم بسؤال المشتري أو البائع عن المزايا التي قد نتحصل عليها من هذا المنتج ويجيبنا إذا استخدمت المنتج تبين لك ذلك أو تعرفت ذلك هذا من أساليب الذي نقصده في التأجيل الإجابة مثلا مشتري أنا لا أستطيع أن أفهم السبب وراء هذا السعر مرتفع لهذا الدواء المشتري هنا يرى أن هذا الدواء مرتفع السعر وهو قبل أن يستخدم المنتج هنا البائع يرد عليه عندما تنتظر حتى تجرب الدواء وترفع عاليته فأني متأكد أنك ستجد المبرر الكافي لهذا ارتفاع في الأسعار أو في السعر إذن هنا أجل الإجابة لم يرد عليه قال له جرب المنتج بعد ذلك ستعرف لماذا سعره يختلف عن أسعار المنتجات الأخرى إذن هو تأجيل في الإجابة بعد أن يجرب العميل سيتضح له السبب الحقيقي في ارتفاع سعر هذا المنتج عن المنافسين أخيرا أسلوب التجاوز عن الاعتراض قد يكون من الأفضل عدم الرد على الاعتراض أو تجاهله أو تجاوزه وهو أن يحاول العميل أو البائع الابتسامة والمرور على الاعتراض مرور الكرام كما يقولون وأن يتظاهر بعدم سماع الاعتراض وأن يمضي بسرعة إلى النقطة التالية ويستخدم هذا الأسلوب عندما يبدل المشتري عذرا غامضا أو سببا غير جوهري أو غير مقنع كما سبقا قلنا بأن هناك بعض العملاء يكون اعتراضا غير حقيقي ولمجرد الاعتراض فقط والحصول على صفقة بشكل أكبر هنا يجب أن أشير إلى نقطة قد يكون بعض العملاء يركز على أنك ترد على الاعتراض وبالتالي حينما تجاهله قد يزيد من المشكلة وقد يكبر هذا الاعتراض وقد يسبب مشاكل لذلك لا بد أن يفكر الباع في عملية التجاوز كيف تتم وأن يبتسم بأسلوب لبق ويتجاوز وبأسلوب وبالتالي يتجاوز هذا الاعتراض أما إذا تجاوز بطريقة قد تفتقد الابتسامة تفتقد المودة والتودد للبائع أو للمشتري عفوا بالتأكيد سيكون هناك من قبل العميل يرى أنك مثلا لم ترد على استفساره وأنك تجاهلت كلامه وبالتالي قد يؤثر في الصفقة البيعية يجب أن يتجاوز الاعتراض بأسلوب ذكي وأسلوب يكون مغطى بالابتسامة وعملية المرور عن اعتراض مرور الكرة إذن تناولنا ستة أساليب في هذا اليوم وهي الأساليب التي يلجأ إليها البائع في التعامل مع اعتراضات العمل تناولنا أن الخطوة الرابعة هي الرد على استفسارات والاعتراضات أيضا تناولنا أن اعتراض هو سبب محدد قد يكون معلن أو غير معلن يوضح لماذا لا يشتري العميل وقد يعترض العميل على أي جزئية من العرض البيعي كالسعر أو المنتج أو الخدمة المقدمة كذلك تناولنا اعتراض هو العلامة الأولى والأهم على أن اهتمام العميل بمنتجاتك بدأ يزداد أو بخدماتك كذلك تناولنا ساليب هناك أسلوب طلب التوضيحات المشتري يقوم بطلب الإضاحات من المشتري حول سبب الاعتراض أيضا أسلوب عادة صياغة اعتراض وتحول السؤال كما ذكرنا في المثال الذي يتحدث عن المخازن بعيدة وحوله هل يهمك مثلا وقت التسليم هنا تحول من اعتراض إلى سؤال كذلك أسلوب صحيح ولكن هو أسلوب موافقة العميل مع رأيه ولكن يجب أن نوضح لك نقطة مهمة وهي قد تفكر للمستقبل ويكون هذا المنتج أفضل لك أسلوب الرابع كما ذكرنا أسلوب عدم الموافقة مع البرهان وهنا يجب على البائع أن يكون لديه البرهان على الرد الاعتراض وإذا لم يكن لديه يفضل أن لا يستخدم هذا الأسلوب كذلك أسلوب التأجيل هنا قد يكون من أفضل أن تؤجل الإجابة إلا بعد تجربة المنتج وتبين للعميل سبب اعتراضه وأن اعتراضه ليس في محله وأخيرا أسلوب التجاوز عن الاعتراضات ومن أسليب حينما يكون المشتري يعترض لمجرد الاعتراض ولا يوجد عذر أو سبب حقيقي للاعتذار أو عفوا للاعتراض هنا نهينا درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم